اشتركوا في القناة والإله مريم العذراء مع أبونا أتناسوس شوين اليوم رح نتابع أعرف ليش بدي أتخذ والد الإله مريم العذراء أم لي ولكل البشرية أهلا وسهلا فيك مرسي جورج بدي أقول لك شغلة مهمة تضل نعم لأ بدي أتعرف منك بس بالزبط كنا آخر حلقة وصلنا لمطرح عم نحكي فيه أنه قال يسوع ليحنى هيدا أمك وقال لأله الصليب هيدا ابنك فيه تواقف بتقول إنه هادا الشغلة خاصة بيحنى ليش أنتو عم تخدوها أم لألكم آه أوكي أول شيء المحبة ما إلى حدود نعم القديس سبحانا الإنجيلة وصف ربنا الله محبة المحبة شو يعني؟ يعني عكس الإنعزالية عكس التملك عكس الفردوية لإنديفيدواليسم وهي شركة كاملة مفتوحة إلى أقصى الحدود ما إلى حدود هاي هي المحبة نعم فيك تحدى للمحبة لا أبدا لا حدود لها فالمحبة هي كاملة وشاملة الرب يسوع لو أراد أن يخصص بمعنى أنه يفرز هيك بس يعني هيقلك وهيقلك 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 أول شيء ما كان علمنا صلاة الأبانا هاي أول نقطة لأنه منقرب هي الأبانا موجودة بما التولوقة منقرب باللوقة بقول له أعلمنا أنه صلي لا ليش؟ لأنه كل مجموعة يهودية نعم كان معربة يعني حخام يهودي كانوا يميزون عن بعضهم بصلة صغيرة يقولوا هاي جماعة فلان كان الحخام تمعهم يعطيهم صلاة هاي جماعتهم هني لأنه اعتبروا حالهم تلميذ يسوع أنه هني جماعته لياسوع فعلمنا أنه صلي أعطينا شيء تنتميز عن غيرنا فيه معلمون الأبانا قالوا الأبانا لازم شركهم باللي من الموجودين معهم حدهم قالنا مش أبي أبانا بي الكل شاب أمنا فأزا أنت بك توصلنا لتقل لي أنه أمه ليوحنى يعني أمنا كل عمل عمله الرب يسوع هو لكل المسكونة بس مين اللاهوتيين عندك فكرة اللي فسر أنه تسليم يوحنى للعذرة أنه كأنه ابنة وهي أمه تمشي على الكل طبعا عندك القديسة يوحنى الذهب الفم أفاض عندك القديس سوحنى بدمشق أفاض عندك القديس ماكسيموس المعترف عندك القديس جريجوروس بالاماس أباء الكنيسة برأيك أبونا لو هل عذرة مريم اللي نحنا تعرفنا عليها قالت لا ما قالت نعم ببشارة الملاك هم لك تسمح لي لك شغلية نعم أول شيء هل كان إلا فضل أو كان رح يجي أحسن منها أو مثلها في شغل كتير مهم الكنيسة منا ضد العلم بالعكس الكنيسة هي علم العلوم وفن الفنون في شيء من أحد كبار أداريسين بيعلمه بيسموه يعني المهارات المهارات ستيف كونفاي بيقلك أنه دائما أنه خي أنت شو حاتت هدف براسك بلش فيه حتى تركز بحديثك أنا بدي أسأل سؤال يلي بدي أسأل هيك فرضيات أنا بدي أسأله حتى يكون صريحه مع ذاته ونقدر نتحاور شو هدفك من هذا السؤال إذا واحد بس بدي أعمل تيقول أنه ما إلا فضل مش تفكير يعني الإنسان اللي بدي يحكي بدي يكون صريح مع ذاته ما يتزاكى ما يتزاكى على حاله ويتزاكى على آخرين لأنه ما حدا نغبي Start with the end in mind يعني إلي شو بدك توصل لهم بالنهاية فأنا اللي عم بقول شغلي الرب يسوع أسس عائلة كاملة ومتكاملة القديسين قلتلك سمايتلك ياهن وحكوا عن كله سوى عائلة مقدسة حتى بقوله سالرسول بيقول بأفاسوس أنه أنتوا ملكم بقى وحدكم أنتوا عائلة واحدة مع أهل السماء كنا سوى عائلة واحدة والعذراء مريم لعبت هذا الدور على الأرض بوضوح تام وثا كانت عم ترافق الرسل وتشدد الرسل من الصليب للصعود حتى بأيكونة الصعود بتشوف والدة لها موجودة للعنصرة وما زالت فما في فصل في هذا الموضوع ولكن كل واحد عنده دوره وكل واحد منه نبيعرف دوره كتير منيح نعم والكنيسة على 2017 سنة بتعرف بأباء القديسين وبصلواتها كتير منيح شو دور والدة الإله مشان هيك بتشوف أنه من أقدم الصلوات الموجودة في الكنيسة هي الصلوات من القرن الرابع ميلادي والثالث ميلادي لوالدة إلهو وبتخاطبها كأم وبتطلب منها الشفاعة نعم فمعنى شي احتراما لها الأشخاص يلي فقونا قديسة وبالروح القدس نتواضع شوية نعم بدنا نقول أنا وياك لنسب العذرة مريم أوكي بنقرأ بالإنجيل يواكيم محنة نعم اللي بدو يقول مثلا إنه ما فيك تاخد كلمة برات الإنجيل لا بي آمن إنه فأزن ما بدو ياخد من أباء القديسين ولا معلومة لا بي آمنوا لكان إنه مصدقين إنه أمه وبايا اسمه يواكيم محنة بالوقت اللي مش مكتوب بالإنجيل هو في كلمة ظهرت بالستينات بالألف وتسعمائة وستين وبالطالع مهضوم الكلمة بالفرنسية ويسموها بريكولاج روليجيو إذا بتترجمها على العربية هالعربية الفابركة يعني واحد بقوله مثلا هدا بريكولار يعني بفابركة الدينية ايه الفابركة الدينية فيك تشبهها ببساطة مثل واحد بفوت على باتيسري محل حلويات بيقف قدام محل الحلو عطيني بابا قروم ما تعتيني ميلفا يعطيني إكلار بنق اللي بده إياه وبيكب اللي بده ويلي بنسب وبيرجع بيفسره وبيرجع بيطلقه انه هو يابا الجورو الماستر من وين عرفنا انه نصب على العدرة؟ بكل بساطة من التسليم اللي سمينات تسليم اللي هو البارادوسيس نعم ان احنا بصلواتنا لليوم ان كان بصلات الغروب او بصلات السحر او بقداس الإله ده ما مننهي اللي معوض على الصلوات الأردوكسية منذكر جدي المسيحة الإله بنقول جدي المسيحة الإله نعم يواكيم محنة نعم صحي ليش عام نركز على هالشي وبالكنيسة المارونية كمان طبعا ليش عام نركز على هالشي لأنه كتير مهم انه العائلة هي مقدسة بالمسيحية صحي نحنا نفتخر انه يسوع عنده ام أرضية وبي سماوية بمعنى انه نفتخر بتأسيس العائلة نفتخر انه العذراء مريم هي ثمرة هالعائلة المقدسة هلأ بدني شوف أنا وياك بعد هالترتيلة شو دخل إمنا مريم العذرة بناسب داود اللي الرب يسوع منه بما أنه ما عنده أب أرش إن البراية بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة يا ممتلئة نعمة يا ممتلئة نعمة واجناس البشور امتلئة نعمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر